أيضاً قام الرئيس عبد الفتاح السيسي يرافقه الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحاربي والفريق وسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة بوضع إكليل من الظهور على النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة وعزفت الموسيقى العسكرية سلام الشهيد في تقليد عسكري أصيل وفاء لشهداء مصر الأبرار وذلك في إطار احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى الحادية والأربعين لتحرير سيناء وتوجه الرئيس السيسي إلى قبر الزعيم الراحل محمد أنور السادات ووضع إكليل من الظهور وقرأ الفاتحة ترحماً على روحه الطاهرة وعقب ذلك صافح رئيس السيسي قادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة بالإضافة إلى لفيف من كبار رجال الدولة